وبالعلاقات الزوجية اليوم راح نحكي عن الأدوار ما بين الزوج والزوجة والمسؤوليات المختلفة للزوج والزوجة في كل بيت مع ضيفتنا دكتورة نهاية الرماوي المستشارة النفسية والأسرية صباح الخير دكتورة نهاية صباح الخير كيف حالك؟ الله يسعدكم أهلا وسهلا منورة ومنورتينا صباح الخير أهلا وسهلا دكتورة بداية دكتورة هل فكرة تقسيم المسؤوليات في المنزل هي فكرة صحية بالأساس؟ هلأ إحنا الأدوار اللي بنشوفها بين الرجل والمرأة هي أدوار أصلاً تنشأت من المجتمع والتربية والتنشئة اللي بيكونوا عليها الشخص سواء الرجل أو الأمثى فالأدوار بين الرجل والمرأة تقسيمها يعني هي بالآخر مش مهام هاي حياة يعني بدخل فيها نشاطات بدخل فيها اكتيفيتز بدخل فيها مشاعر بدخل فيها صحة نفسية صحة جسدية بدخل فيها كتير شغلات فلما نقسم واحد زائد واحد أكيد رح نحسه بعبق فكرة التقسيم بالشكل يعني المحدد والكونفيرمد هذا اللي بيكون شوي دقيق أكيد ما هي فكرة غير محببة لكن إنه الفكرة إنه كل حدا عنده أدوار حتى نشيل هالمسئولية مع بعض حتى ما يكون في ضغط أو عبق على طرف من الأطراف وبالتالي في عندنا مرونة يعني مرات إذا كان الرجل مثلاً مسؤول عنه يشتري الأغراض كان وقته مسافر أو كان تعبان الزوجة أو المرأة يعني قامت بهذه الأدوار بيكون في مرونة لكن إنه تاخد المرأة الدور كامل والرجل الدور كامل معين يمكن ما يتناسب مع طبيعتهم النفسية والبيولوجية أكيد رح يغير حتى بطبيعة الأنوثة والذكورة اللي إحنا بنعرفها عند الرجل بتعرفي شو يعني حبيت كيف قلتي إنه هي عبارة عن مرونة يعني إحنا من إنه أهم إشي كل واحد يكون عارف إليه أدوار وأهم إشي التفاهم والمرون لأنه في النهاية بدنا بيت صحي علاقات صحية وسلام بداخل كل بيت ولكن في إشي طرقتي فيه أنا هلأ طرقتي لو أنا لفت نظري إنه في أدوار يعني أنوثية لازم المرأة تعملها خصوصا لما الأمة تكون عاملة لما السيدة تكون عاملة فهي بظل تمشي بطاقة ذكورية يعني إنتاجية عالية عمل مستمر إنتاجية عاملة عالية ولكنها ما بتمشي مع طاقتها الأنوثية يعني إنه هي عليها تكون كرياتيف عليها تعمل أشياء فيها متعة أشياء فيها حب فإحنا لازم هي توعى إنه في عندها دور يختلف لطبيعتها الأنثوية حتى لو أنها بتشتغل يعني ليس الذكر كالأنثة لما ربنا خلقنا خلقنا كل حدا بطبيعة معينة سواء بيولوجيا أو نفسيا أو حتى في الأدوار الاجتماعية اللي اتطورت بعد ذلك نتيجة النظرة المجتمعية والتنشئة فطبيعتنا مختلفة مش الاختلاف معناته من أفضل حدا أفضل من حدا بس كل حدا إلو دور بيؤدي يتناسب مع هذه الطبيعة يعني مثلا الأنثى لما تتنشأ على إنها بتصير مستقلة وبدها تصير مثل مثل الذكر بطريقة أنه أنا بدي أخد دوره بالإنتاجية ودوره بالاهتمام مثلا بأموري أنا الشخصية كيف أدير حالي كيف أنا كو أمعتمدع حالي هذه الفكرة هي فكرة رائعة بحد ذاتها فكرة يعني بدأ أقول سوية لكن لما تكون مبنية على أساس ردة فعل زي البنات اللي بتربوا في بيئة بيكون فيها تمييز بين الذكر والأنثى بتصير تكره طبيعتها الأنثوية هذا الكره عدم تقبلها لذاتها بخليها تتحول للطاقة الذكورية بتكون مثلا لما تتعامل مع الناس بتكون نسميها المسترجلة اللي بتكون مثلا تحكي بصوت عالي أو بتكون مثلا بتتعامل بطريقة فيها خشونة ما تبين أنوتتها حتى في تعاملها مع جسمها كامرأة يعني ملاحظ أنه الولادة والدورة الشهرية وكلها والحمل كل هذه من طبيعة الأنثى بتصير ترفضها في ستات كتير بيجوني يعني متزوجين إنهم فترات خمسة سنين وست سنين بيقولها لما في حمل مثلا ما في أولاد بتقولي أنا ما بدي أتحمل مسؤولية الأولاد ما بدي فكرة أنه أنا يتغير جسمي بطريقة مش متقبلين دورهم الأنثوي هذا بيجي نتيجة التنشئة والنظرة لدور الرجل والمرأة حلو يكون في عنا استقلالية زي ما حكيتي لكن ما تكون على حساب أنوتتها والرجل ما يكون الاعتمادية على المرأة على حساب ذكرته كمان يعني الأدوار تتوزع حسب إنه شو طبيعتنا البيولوجية يعني طبيعة الرجل يعني إنه الأعمال اللي فيها خشون الأشياء اللي بدها جهد بيقوم فيها المرأة زي ما حكيتي تكون البيت لما يكون كله مشاعر البيت اللي بيكون كله حب بيجي أصلا من طبيعة المرأة الأنثوية لما تخلص هاي الطاقة أو نتجاهلها أو نتجنبها أكيد رح يأثر على العلاقات داخل الأسرة وبالتالي إحنا ما منتنشأ تنشئ أسوية كأطفال يعني أطفالنا لما الأم تفقد طاقتها الأنثوية والأب يصير مثلا ما بيحس بطبيعته الذكورية مع طبيعة بالمرأة أكيد رح يصير في عنا خلل في تنشئة الأولاد اللي بدهم ياخدوا من الطرفين كل حدا حسب طبيعة البيولوجية نعم طب دكتور أعطينا هيك بعض الأمثلة على كيف ممكن أنها تتقسم المسؤوليات المنزلية بطريقة هيك عقلانية ومنطقية أول إشي بقول المرأة يعني عندها هيك حس للرعاية والاهتمام أكثر من الرجل فبقول دور تربية الأبناء أكيد مشترك ويعني بحب كتير فكرة أركز على أنه البنت والطفلة طبعا تحتاج إلى والدها أكثر من والدها في مرحلة معينة والذكر كذلك فبالتالي إحنا من نهتم بموضوع أنه تربية الأولاد يكون يعني نعطي الدور الأكبر للأم إذا موجودة بالبيت بطريقة تكون أنه نحس بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأولاد أنه الأم اللي عم بتدبر أمرهم ما يصير فيه خلافات بين الرجل والمرأة يعني يحس أنه الرجل أنه الأمك عم بتمشي كلمتها علي أنا ما رح أخليك وصير هذا الصراع والخلاف لا نعطي لحده أنه يتحمل المسؤولية لكن نتناقش يعني إذا حسيت أنه أنا في قرار اتخذته الأم بطريقة مش مزبوطة بتدخل الأب أو بتناقشه فيه أدوار معينة اللي هي زي ما حكينا تحتاج إلى مثلا العمل الشاق الإنتاجية توفير حتى الأمور المادية أنا بقول هاي بتعتمد على الرجل اللي يمكن يشتغل مثلا ساعات طويلة خارج البيت ممكن أنه زي ما حكينا ملاحظ كمان في الدول الأجنبية إحنا ما بنا ننكر أنه وجود الرجل أنه بيعطي كمان بيشتغل بالبيت بيرتب بيعطي مرات بغياب الأم بيغطي هذا الغياب لكن لا يعني ذلك أنه إحنا ناخد هذا الدول إحنا ما تربينا عليه يعني ما تنشأ الرجل الشرقي على أنه يحمل هاي المسؤولية فلما يدخل في العلاقة الزوجية وحس أنه الأدوار عم بتكون مشتركة ومش متعود عليها لكن مع الوقت أكيد كل هذه الأمور بصير نتعود عليها فأي عمل قادر عليه المرأة بتعمله أي عمل قادر عليه الرجل بعمله توزيع الأدوار بطريقة تنظيم البيت إدارته الداخلية الرجل الأمور الخارجية ممكن يتكون لكن لا يعني ذلك التداخل في بعض الأحيان هلأ شوفي عادة يعني أنا مثلا عم بحكي عن الستات اللي بيشتغلوا يعني هما بيشتغلوا برى البيت وهو بيشتغل برى البيت بترجع هي بيكون عليها مسؤوليات أكتر مثلا الطبيخ التدريس والست دايما بتلاقيها هي مثلا مشغولة بأهلها أكتر مشغولة بولادها أكتر وعندها أشغلها فهنا لازم تتوزع المهام بس اللي بيصير لأنه الستات طبيعتهم بيقدروا يعملوا أكتر من شغلة بنفس الوقت بتصير هي ما تمدي على حالها زيادة فهنا لازم يضل في دور بشعر للزوج أنه خليه أعطيه شعور يشعر هو أنه هو مسؤول عنك أنه هو قادر يدللك أنه هو قادر يعطي غير أنه يكونوا شركاء زي شبين يعني يعيشين مع بعض يعني يضل الرجل بيحب دور الرعاية نعم مئة بالمئة بس يعني يختلف لما تكون مرأة عاملة لما تكون مش عاملة يعني لما تكون مرأة مش عاملة بتلاقي سبحان الله الأمور لحالها ماشية الأدوار لحالها ماشية بتقدر تطبخ مثلا عندما تكون المرأة عاملة ما عم بتلاحية تطبخ تروح خمسة المساء فبصير في هاي المناوشات خليني أحكي طب ما أنت دورك كك تطبخي طب ما أنا شغالي زي يزي tremendous طب ما أنت راتبك كله إلك طب ما أنت بتبلش لأنه الطبيعي أنه الشخص اللي قاعد في البيت مثلا يدير باله على البيت واللي بره يدير باله على اللي بره بس لما تصير المرأة عم تشتغل هون بصير في خلافات هي زي ما حكيت قبل شوية رند قالت إنه لما المرأة مثلا بتكون بتشتغل بتقدر تشتغل أكتر من شغلة فعلا أنا بشوف المرأة عندها عجلد وتقدر التحمل مرات أكتر من الرجل يمكن زي ما حكينا للطبيعة التنشئة إنه الولد بنشأ دائما بمهام بالطفولة بتكون المسئوليات عليه أقال ولما يكبر بتصير يتحمل هاي المسئوليات أكتر كزوج يعني لكن لما حكيتي لما تحمل كل هاي المسئوليات وتقدر تشتغل بره وجوه وأهلها وولادها وزوجها وكل العلاقات الاجتماعية كل هذا رح يستنزف من طاقتها بالتالي ممكن يأثر على حبها لذاتها اهتمامها بذاتها اهتمامها بأنوثتها اهتمامها بإنها تكون مرتاحة للشخص اللي لما يكون مثلا عنده توازن بيقدر يحب حاله بطريقة يعني حلوة بيبين عليه لكن لما تحمل كل هالبطيخات مرة واحدة أكيد رح تنهك رح يبين على جسمها رح يبين حتى على طاقتها رح يبين التعب على جسدها بطريقة أو بأخرى بالتالي توزيع الأدوار بين الرجل المرأة خاصة مش غلط مثلا إذا التنين مشتغل لما نروع البيت حدا مثلا يكون زي ما حكيتي مثلا يكون مشغول بالطبيق التاني مثلا بالتنظيف أو مثلا بتدريس الولاد يعني توزيع المهام بريح الطرفين بالآخر إحنا لما ندخل في العلاقة الزوجية الهدف أنه نرتاح مش هدف واحد يرمي على الثاني أو نوزع الأدوار أنه أنت هيك أو لازم أو يجب ما فيه ستاندرز بننمشي عليها مش أبيض وأسود القصة القصة فيها اللون الرمادي الحلو اللي بتداخل في الألوان مع بعض لما نيجي نقوم نوزع هاي الأدوار حسب الاحتياج يعني إذا كان الزوج تعبان مثلا كان بتدلله بتعمله طبعا لأنه دور المرأة تقوم على الرعاية والرجل على الإنتاجية هيك إحنا تنشأنا في بيئتنا لا يعني ذلك أنه المرأة لا تقوم بالإنتاجية لكن ما نخلط الأدوار كلها لأنه حلو أنه نعطي للأنوثة حقها وللذكورة حقها في البيت حتى نشعر بهذا التوازن نشعر بالمتعة النفسية ما تدخل المرأة على البيت كأنها هي الرجل وتبدأ حتى تتحكم وتبدأ تعطي أوامر وأنا زي زيك هي الفكرة مش زي زيك كل حدا إلو دوره كل حدا إلو احترامه كل حدا إلو قيمته وكيانه لكن لا يعني ذلك أنه نقعد نفرض لأنه عم نسمع حلقوني أنت يحبي حالك والقصص هاي ما تخلي الرجل فهاي الأفكار المغلوطة اللي دخلت علينا مش جاهزين إلها بمعتقداتنا شوي شوي ممكن أنه تصير هذه الأمور مع الوقت بطريقة تكون متناسبة وهيك يعني فيها انسيابية وفيها تناغم ذكرتي دكتورة أنه هي بتبلش من التربية فكيف بتنعكس على التربية يعني هذه الأدوار واختلاط هذه الأدوار كيف بنعكس على تربية الأبناء لما يختلط زي ما حكيت لك بكل واحد دوره مش واضح يعني أنا بشتغل وبجيبي فلوس وأنت بتشتغل وبجيبي فلوس أنت شو دورك أنا شو دوري هذا التوهان والتشتت وإنك مش شاء يعني مش واضح الأمور بالنسبة إلك رح تأثر على الولاد لأنه الولاد نفسهم بنشأوا بدون هوية واضحة يعني تعال شوف لما أنت تتنشأ بهاي الفوضى يعني كهويتك كذكر أدوارك ما إحنا من ونأخذها من النمذج من الأم والأب نعم إذا شفت الأم والأب في بينهم دائما مثلا خلافات أنا زي زيك أنا بطلع بشتغل بدك تعمل معي بدي أعمل معك ودائما من أرى بالبيت أكيد الأدوار اللي بتترتب في دماغ الطفل رح تكون مشوهة وبالتالي بتأثر على سلوكه لاحقا وعلى دوره في المجتمع إحنا منعيد الكرة يعني إذا إحنا زبطت حلقة عندنا في العلاقات الزوجية بقول رح تزبط الحلقات اللي بعدها اللي بعدها 100% إنها سلسلة من تربيتنا للأولاد هذا التوازن النفسي اللي بيكون بين الزوجين والتفاهم المبني على طبيعة نقدر يعني مرات لما الزوج يقدر طبيعة زوجته مثلا في الحمل بالولادة بوقت الدورة الشهرية من رأي هاي الأمور كمان هي متطلبات هي مش عم تتدلى على فكرة هي هيرمونات وبتكون يعني بحاجة للإهتمام بحاجة للرعاية حتى بنحس إنه العلاقة الزوجية بتصير أحلى بعد مثلا فترة مرور المرأة مثلا بفترة الولادة أو الدورة الشهرية لأنه بصير مشاعرها يعني بتطابق مع هيرموناتها فلما يستغل أصلا رجل هذه الطبيعة الأنثوية أكيد بتصير العلاقة أفضل وأحلى بين الزوجين يعني بغض النظر شو الأشغال في إلها بضل طبيعة للأنثى وطبيعة للذكر لازم يضلوا دائما موجودين شكرا إليك دكتورة نهاية الرماوي المستشارة النفسية والأسرية متمنى لك نهار سعيد شكرا يعطيك الفعال في دكتورة شكرا جزيلا